شارك الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء في افتتاح أعمال الدورة السابعة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة والذي يعقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة وقدم الوزير ميرزا كلمة في هذا الاجتماع أوضح فيها استراتيجية مملكة البحرين فيما يتعلق باستدامة الطاقة وإيجاد خيارات مناسبة للطاقة المتجددة المتاحة في البحرين وأهمها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث أوضح في كلمته ما تتطلع إليه الحكومة الموقرة في برنامج عمل وحدة الطاقة المستدامة والتي شاركت بدورها ضمن الوفد المرافق لسعادة الوزير حرصا على استمرارية أسبقية المملكة في مجالات الطاقة المستدامة هذا وقد أشار الوزير في كلمته لأهم الأعمال التي قامت بها وحدة الطاقة المستدامة المتمثلة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومتابعة تنفيذهما وتوحيد الجهود الوطنية لتحقيق المساهمات والنسب الوطنية التي وافق عليها المجلس في الثاني من يناير الجاري بوضع برامج ملموسة لتشريع خطوات توسعة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مملكة البحرين بما يضمن مستقبلا آمنا ومستداما للطاقة في البلاد يحضر هذا المؤتمر عدة رؤساء دول و57 وزير من مختلف دول العالم وحوالي ألف مشارك فهو اجتماع كبير جدا واليوم أعلنوا بعض الدول أهدافهم للطاقة المتجددة والكلفة لكل وحدة من الطاقة المتجددة فأصبح الآن الطاقة الشمسية هو منافس للطاقة الأحفورية في السابق كان الاحتماد على الطاقة الأحفورية لجزء منها الغاز الطبيعي لأنه كان مدعوم من قبل الحكومات اليوم دول المنطقة رفعت أسعار الغاز الطبيعي وفي نفس الوقت انخفض الكلفة للطاقة المتجددة بسبب التقنية حكومة مملكة البحرين أنشأت وحدة الطاقة المستدامة والهدف منها تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر